لين نهارد دورتمون تفوق على ريال مدريد؟ في مشكلة كبيرة جدا بتواجه ريال مدريد في الحالة الدفاعية تحديدا وهتزيد المشكلة دي مع وصول كليان مبابي المشكلة دي هتزيد أكتر دفاعيا هي فكرة أن الأجنحة ما بيرجعوش دفعه مع البكين فينيسيوس جونيور ما بيقومش بأي دور دفاعي في الملعب رودريجو بيرجع على مراحل لكن رودريجو النهارد على مدار المباراة بيلعب مهاجم فالفيردي بطبعه لعيب وسط ملعب فحتى لما بيرجع يدفع بيدخل لعمق الملعب فبقى النهارد دورتمون تمركز جدا جدا على أنه يخلق دايما حالة 2 على 1 على باكين ريال مدريد دايما بيحاول أن يبقى فيه موقف الباك والجناح بتاع دورتمون على كرفخاله على مندي تفوق دورتمون بسبب اللقطة دي في أكتر من مرة أنه بيقدر يختارك دفاعات ريال مدريد من على طرفين الملعب لما بابي يوصل ريال مدريد المشكلة دي هتزيد أكتر عند ريال مدريد لأن فينيسوس ما بيدفعش رودريجو في الحالة الدفاعية وهو راس حربة ما بيقدرش يقوم بالأدوار اللي بيقوم بيها راس الحربة بأنه يضغط الضغط الكسيف جدا على قلبين الدفاع ومبابيه مش هيدافع هون بيدفعش في باريس ومش هيدافع لما يروح ريال مدريد فكرة أنه يبقى فيه ثلاثة دايما وانت مش معاك الكورة ما بيدفعوش بالقدر الكافي بس الحتة مبابيه لأن دي نقطة مهمة جدا مفيش فريق في العالم بيبقى قدامه مبابيه ويقول لأ أنا مش أجيبه ده منطقي العيب بيديك يعني كوة كاسحة هو في نيسوس لا بس هيعمل أنا شايف هيعمل إيه أكتر من اللي بيحصل هادفلكه إيه يعني بس هي النقطة في إيه هجيب الستاشر بقى هجيب الستاشر بهزر طبعا هو طبعا أكيد مبابيه يعني اللي هيبقى متاحه قدامه هياخده بالزبط يعني أنت ميفعش بقى فريق مبابيه عايز يروح له وأنا أقول لك لا والله أنت مش هينفع أنت هتخل بالمنظومة بتاعتي ده منطقي جدا بس هي النقطة بعدين فيه نقطة مهمة معلاش ناسف في المواطنة لا تفضل فكرة المنظومة دي أنه كده كده يعني إحنا كلنا قلنا بعد كريم بن زيمة المنظومة هيحصل فيها خلل عظيم جدا منظومة الريال فيها انشروتي فكده كده هيعرف يحط مبابيه في المنظومة وكا كا مبابيه هيحط نفسه بسهول دي نقطة مهمة جدا جدا للجزئية دي مشكلة مبابيه مش هتظهر مع ريال مدريد طول ما انشروتي موجود لأن انشروتي ما بيعملش منظومة لعب صارمة للعاب ريال مدريد تحديدا الجزء الأمامي بيسيبه ومعمل له أنتوا عايزينه أنا نزله وعمل له أنتوا عايزينه عايزين تعمله أوفرلود في ناحية عايزين تتحركوا بلا مركزية عايزينه لما يجي مدرب تاني بعد انشروتي لأن انشروتي أتوقع أن السنة الجاية ممكن تبقى آخر السنة ليه وعندين ريال مدريد هيدخل في مشروع جديد هيحصل مشكلة أنا وجهة نظري وجود مبابيه هيدي كوة جبارة لريال مدريد على المستوى الفردي لكن هعمل مشكلة كبيرة جدا في الفريق أول حاجة رودريجو هيتضحى بيه في قصة مبابيه وفينيسوس دي رودريجو هيتضحى بيه ليه وفينيسوس على الشمال رودريجو على اليمين مبابيه في الوجوه احنا ناخد من الجزئية دي بقى مبابيه في 2017 قال في تصريح صريح أن أنا أنا بحبش ألعب مهاجم أنا بحب كفاني هو اللي يلعب عشان أنا ملعبش مهاجم أنا بحبش ألعب مهاجم أنا بحب دايماً أجي من وراء المهاجم واجي في المساح في 2022 لما الناس طلقت هجمته على أداءه بعد ما ميسي وصل ونيمار وصل وكان ساعتها جلتكا مدرب باريس سان جيمانو لعبه كمهاجم طلع بعديها في أول مشاركة لي مع فرنسا ومع جيرو طلع قال أنا عشان كده مستوى بيختلف ما بين باريس سان جيمان وفرنسا لأن أنا محبش ألعب مهاجم أنا مش عايز ألعب مهاجم وإنك في باريس بيلعبوني مهاجم وأنا محبش ألعب مهاجم ومش عايز ألعب مهاجم وعايز دايماً ألعب عطار فالحل اللي هيروح له أنشلوتيا أو أي مدرب إنها يودي مبابي ناحية الليمين فينيسوس ناحية الشمال ورودريجو ألا يبقى مهاجم ما هيدي رودريجو تضحى بي النهاردة شفنا رودريجو في المطش كمهاجم مش موجود تماماً مش موجود فأنت بيبعندك العبز يا رودريجو هتضحي بيديجو بيلنجهام اللي إحنا شفناه الوحش اللي شفناه في بداية الموسم مش هيبقى موجود الموسم الجاي نهائي ليه؟ لأن بيلنجهام كانت نقطة قوته الكبيرة دايماً هو كان بيلعب كأنه مهاجم تاني بيدخل دايماً للسندوق ده مش هيحصل في وجود مبابي مع رودريجو مع فينيسوس مثلاً أنت خسرت كصة دي كلها أنا مختلف معاك تماماً عشان برضو وسيقى في أنشلوتيا ما إحنا قلنا المشكلة مش هبباً مع أنشلوتيا ما هيكونوا بقى خضاء على كل واحد وطلت لعب أسوة بقى لعب كماناً أربعة أربعة أتنين يعني حوط بلبردي على اليمين رودريجو عشبال ورعب فينيسوس ومبابيه قدام أو العكس يعني هو فيه خلل هيحصل في اللعب فيه خلل في الضغط مبابيه لعيب زيه زي فينيسوس هيا الواحد بيقولك مبابيه جاي